20 عام تقريباً استشهد جواد البظلمية الله يرحمه اندفنته أنا في حي الثوري إن لله وإن عليه الرجول كان استقبال رحمه الله أبو وجيه ورحم الله أمه وجيه استقبال المؤمنين باستشهاد فلذة كبدهم الذي استشهد على تراب الأقصى واستشهاد أي استشهاد ولله الحمد والمنى دخل وفات أمي في هذا الشهر المبارك في ذكرى استشهاد أخي جواد البظلمية في ستة وعشرين تسعة ألف وتسعمية وستة وتسعين نسأل الله لهم الرحمة ونسأل الله لهم أن يجمعنا وإياهم على حوض محمد وأبيه في هذه الأشهر التي مضت كانوا يعني يجتمعون وينتظرون موعد استشهاد أخي رحمة الله عليه حتى يذكرونه ويترحمون عليه ويزورون قبره ونسأل الله أن يأذن له أن يشفع لهم أبنهما جواد البظلمية أن يشفع لأمه وأبيه وسبعين من أهله وجيرانه كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي وأبي استقبلوا الخبر طبعا كالصاعقة مشهود له بالتقوى أخي جواد وكان يحب الأقصى وكلنا نحب الأقصى والحمد لله رب العالمين ونصلي في الأقصى ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت كل شيء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صبروا وصدقوا بصبرهم وثبتوا على أن الله سبحانه وتعالى سيتولاه برحمته وأنزل الله عليهم الصبر والثبات حلا كان مؤدن في الجامع شهاد أبوي استلم الجامع كان مؤدن جواد وبعدين استلم الجامع أبوي حلا من حد ما استشهد خلص سلم أبوي الجامع والحمد لله رب العالمين كانت الحمد لله إنه بده يطلع عمري كان محوش مبلغ معاي ويقول لي يا أختي إن شاء الله هدوري أنا بعد ما أتزوج إن شاء الله بدي أطلع أنا وزوجتي عمري والحمد لله ربنا اختاره لما استشهد كيف تلقى الخبر يعني أنا كنت قبلها بيوم حكيت له يا أخي الله يرضى عليك كان فيه مشاغبات برم الله إنك ما تنزل على الأقصى خود مني هالرضى اللي هو بقول لي أختي إن شاء الله أنا أول شهيد في الأقصى بكون بقول له له يا جواد الله يرضى عليك كمان مرة إنك ما تنزل إنت جمعة الجاي عرصك أنا ما بدي يعني يصير مشاغبات يصير إشي وسبحان الله ما رد على حدا وكان مودع الحارة ما بيعرف إنه بدي يستشهد بس ربنا اختاره بعدين لما أبوي اطلقى الخبر كان اسمه مجهول فيه اتنين معروفين إيش أسمائهم وهوياتهم والثالث كانوا يقولوا جودة مجهول الهوية مش عارفين من هو بس لما أبوي اطلقى الخبر اللي بقول يلا قوموا بدنا نطلع على المقاصد يمكن هاي الشباب إجوا بس جواد ما إجاشي طلع ولقى إنه ابنه اللي استشهد إمي طلعت على المقاصد والحمد لله كانت إمي من الصابرين ما شاء الله عنها إن شاء الله نجمع إحنا وإياها في جنات النعيم اللهم آمين يا رب إن شاء الله إمي كانت صبورة أبوي كان صبور يعني إمي كانت هي اللي تسكتنا إمي ما نزلت ولا دمعة هو كان مع زوجي اللي أقول له أمي يا جواد خلينا نصلي السنة راح أخوي يتوضى يترك جوزي رجع قعد على شقة على المصطبة اللي استشهد عليها اللي هي جنب باب المغاربة يعني ما كان حدا يعرف إنه سبحان الله هيك ربنا اختاره في هذا المصطبة وهلأ سمناها مصطبة جواد البزلميت اللي جنب باب المغاربة آآ أنا ابن أخت الشهيد جواد البزلميت آآ زي ما تفضلت للحج والدتي وتكلمت عن استشهاد خالي جواد قد ما كان جدي وجدتي صبرين للغاية يعني جدي من كان من حسن الخلق جدي كان من كتر ما يعني ما يحب المشاكل جدي كان يشوف مثلا اتنين متأتلين مع بعض ينزل يصالحهم يعني ولا نزكي على الله أحد حتى يومت ما أجا خبر يعني إنو سيدي تعب أجا أغمى عليه باب الضار طلعنا على المستشفى آآ كأنه بودع وصار يودع فينا وصار يحكي لنا آآ خلاص ديروا بالكوا عالجامع كان قلبوا عالجامع يعني قلنا سيدي ديروا بالكوا عالجامع الجامع الجامع ما نبع عنقكم ثلاثين سنة بعد استشهاد خالي جواد ما يقرب سبع وعشرين سنة من بعد استشهاد خالي جواد سيدي استلم المسجد وصار هو يؤدن في المسجد فانقلبه يكون في المسجد كان قلبه يكون فقط لله كاسي على الذكر سيدي مات على الذكر وسيدي مات على الذكر الحمد لله رب العالمين واللهم ما اجمعنا بهم يوم القيامة في الفردوس الأعلى أنا وخالي جواد سيدي وجميع الأمة والحمد لله رب العالمين